دعا مجلس النقابة الفرعية للمحامين في الأليوبية النهاردة اجتماع طارق في مقر النقابة بشبرى الخيمة لمنقشة آخر تطورات أزمة الاعتداء على ثلاث محامين وإصابتهم على يد أمن محكمة شبرى الخيمة أعلن المحامون استمرار الاعتصام بعد فشل اجتماعهم أمس مع عدد من قيادات الأمن مطالبين بحضور مدير أمن الأليوبية أو مساعد وزير الداخلية لشؤون الأفراد بصحبة القوة التي اعتدت على المحامين إلى مقر المحكمة مكان الواقع والاعتدار في المواجهة وعدم قبول الاعتدار شفاهيا أو بالمخاطبة يعني موضوع الخناءات اللي بتحصل ما بين المحامين وما بين أفراد الأمن ده كمان موضوع أصبح مثير للاستياء يعني مش هي دي الشكل اللي المفترض يكون عليه المجتمع المصري وخصوصا في نواحي محترمة ومهمة زي المحامين وزي الشرطة سواء كان الشرطة دول بقى ممثلين من خلال أمن محكمة أو ضباط شرطة أو أي أن كان الموضوع ده بقى بيزيد أكتر من مرة وأكيد له أسباب يعني مش ممكن كل شوية كل فترة نسمع عن خناءة بين محامي وظابط أو خناءة وأمين شرطة في محكمة أو خناءة من أي نوع يعني كل فترة لازم نسمع متعدي السنة إلا ونسمع لنا عن عشر حلقات مثلا نقعد نتكلم فيها على خناءات ما بين المحامين وما بين الزباط المشكلة دي لازم يعني لازم يتوجد لها حل طول الوقت بيحاولوا أنهم يحلوها بطرق ديبلوماسية النقيبي يتكلم هنا الوزير يقدم اعتذار الضابط يقدم اعتذار في مرة من المرات كمان الرئيس السيسي اعتذر فيها الموضوع ده زاد عن حده وينبغي أن يتم إيجاد حل لهذه المشكلة ودراسة ايه هي أسبابها يعني أكيد في سبب مبدئيا في سبب نفسي بيرجع لهذه المشكلة ينبغي النظر في هذا السبب وفي الأدوات والشكل القانوني في التعامل مع المحامين والسادة الضباط حتى يتم حل هذه المشكلة اللي باعت الحياة مستنكرة جدا وعيب وكل طرف يتحمل مسؤوليته اشتركوا في القناة